السلام عليكم و مرحبا بكم معي في قناة ستوب بلو كنتمنى تكونوا باخر و الاخير و انتم ما كتشاهدوا الفيديو ديال هادنهار يم شاء الله كنقترح عليكم حلوة سهلة سريعة في التحضير و كتجي لديدة بزاف واحد الماضيق اللي رائك اتمنى انكم تجربوا وتنى الاعجابكم اللي كتشوفوا في القناة الاول مرة ما ينسيش يشترك فيها و فعل جرس باش يتوصل دائما بجديد الوصفات اذا اعجبكم فيديو خليوا لي اكبر عدد من لايكات تعليق للتشجيع فقط نمشي و نشوفوا المقادر و طريقة التحضير و فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله في مقادر احتاج 20 جرام زبدة انا استعملت المارغارين رشة الملح جوج مع القكبر بودرة الحاليب نيضو كأس من السكر حبيبات كأس من الزيت كأس من الزيت كأس من الفلون كأس من الخامير الحلويات 7 جرام جوج حبات من البيت يكون بحرارة المطبخ و الدقيق حسب الخالد اذا انا اضافة القصرية زبدة رشة الملح كأس من السكر حبيبات جوب نضيف رشة الكراميل و خلط جيد يحتكى استخدام السكر مع القصر مع القصر بحرارة المطبخ طريق الحضر بحرارة المطبخ اكثر نضيف اليوم هنا يدوك جوج حبات البيض ونخلط جيدا هنا من الاحسن تسبقوا الزيت على البيض هنا غير قسني الدوخة وانا سبق البيض من قبل الزيت كما تلاحظوا هنا يزبطها شوية وانا سبقوا الزيت وانا سبقوا الزيت وانا سبقوا الزيت وانا سبقوا الزيت لتضرب الخالج جيدا نضيف الزيت كما تلاحظوا هنا فهنا نستخدم الزيت اذا نعود يرجع الوخ ونصف هذه المرحلة دائما هذه المرحلة نحاول الكثير من الأمر نحاول الوخنات نضيف الدقيق لمغرب المنقبل نضيف الدقيق المغرب من قبل نضيف الدقيق المغرب المنقبل كيها الأدار كما تلاحظون مستخدم أرقص الأصابق لم أزدناه لأن شعار نظيف الدقيق سأرقص الأصابق نضيف الدقيق سında تحضير قطب اضع المرحلة انتظروا بشكل جيد لا تلاحظوا نقوم بشكل كوائرات اضع الطابة نطبع بها أجين السكر ونطبع من فوق يضغط جيد في العجين ونضع حفرة اذا كان لديكم طابع اخر يمكنكم ان تشكلوا اي طابع عندكم وهذا الحلورة اعتنا كمية كبيرة بالنسبة لكمية الدقيق اخذت لي العجين فهزت لي 500 200 جرام وتقريبا 21 جرام سوف نستمر بنفس الطريقة كنشكل كويرات منتوسطين في الحجم وكنت طبع دائما حتى كنت طبع مزيان في العجين مشيغن من الفقراني كنت ندخل الطابع مزيان كنتغط بها الطريقة وكندير واحد الحفرة هكا صغيرة في الوسط سوف نبعد مسالة عمرت الصينية كلها وبقاعد شايت لي العجين حيث تعطينا كمية تبارك الله يعني كمية وفيرة بثاف فهناك يكون مسخنا الفرن من قبل تقريبا 1-5 دقيق على نار المتوسطة ندخلوها حتى تكتب لنا الحلوة على نار المتوسطة يعني من جهدوش للفرن باش ما تختفش لنا الحلوة يكتب لنا تحمرات من الاسفل كنزلوها تاخدوا حد اللون ذهبي خفيف من الفوق وكننخرجوها فاتدك الفلون الكراميل كتساعدها انك تاخدوا حد اللون ليزوين بزيف سافي هنا ينبيد ما خرجتها وبردات فهنا ناخد هنا المربة ديال الفريز او الفراولة ضفت لي هنا يجوج مع القكبار ديال السكر وخليتوا حتى غلام زيان تطلعت فيها كالغلية سوف نعمر الحفرة ديال اللي وضعنا في الحلوة بهالطريقة هنا يدك السكر كيساعد المربة باش منك يبرد كيخليه لاسق ما كيسيحش هنا يمكن لكم تزينو بشكلات او الكراميل اللي بغيتو او تديرو دوك تلسيقات اللي كان نديرو في السابليتا هما يصلاحوا فحتى بالمربرة كتجي بنينة بزيف سوف يدي نستمر بنفس الطريقة ونطلقو باش نشوفو الشكل نهائي اذا هذا وشكل نهائي ديال حلوة اللي حضرت معكم اذا هذا وشكل نهائي ديال حلوة اللي حضرت معكم هاد نهار كتجي شي شاوم رملا كتدوب في الفم وكل ما دق كتجي لديه بزيف كنتمنى تجربوها كما كتلاحظو هنا المربة بعد ما يشد راسه ما كيسيح موالك يبقى كما هو كنتمنى تجربوها هنا هي الكمية ماشي هي هادي كلها فهاي باقي في الصينية خرجت لي 74 حبا كمية اللي تبارك الله وافيرة ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم كشكركم دائما على المشاهدة والمتابعة عادي نقسم معكم هنا يا حبا باششوفوا القاوم ديالها كدير بصحة وراحة نطلقوا في وصفات جاية ان شاء الله خليت لكم الراحة ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر